النهاردة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عملت إنجاز عظيم جداً وصلت لنصف نهائي الملاكمة وضمنت ميداليا في الأولمبيات لأول مرة في تاريخ الجزائر في لعبة الملاكمة بطلة عندها تضمن ميداليا في هذه اللعبة باختصار شديد ومش أقول لك التفاصيل كلها وإن كنت وكلكا عارفين التفاصيل يعني تصوري إن هذه البنت تعرضت للظلم سخيف سخيف سواء من المتابعين سواء من الأبطال اللي كانوا بيلعبوها وتهجمت هجوم سخيف مش عايز حتى أقرره مش عايز أقرره ظلم للبنت ظلم كبير وكهر يعني فهو كلام ده متقيل وكوميكس وسخرية والتنمر وحالة صعبة من قلبي أنا وبتكلم على الخبر ده النهاردة ليه عشان من قلبي فرحان ليها ست البنات إيمان ست البنات نفرح بيها كل الشعب العربي الواحد يفرح بست البنات إيمان اللي هتاخد ميداليا للجزائر في لعبة الملاكمة باختصار أنا مش عايز أطول في القصة دي ولا عايز أحكي في تفاصيلها عشان تفاصيلها دمها تقيل وحتى تكرارها هيبقى دم وقتقال يعني فدي حكاية ألف مليون مبروك للبطر ترجمة نانسي قنقر